موسيقى الكبير محمد صلاحه اللي عنده تحدي هام جدا بكرا إن شاء الله في نهاية تشابينز ليج أمام فريق توتنام الإنجليزي أيضا الجزء الثاني من حلقة النهاردة حينوارنا وانشرفنا في الستوديو اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار جدا كابتن ماهر هامام نجم النادي الأهلي السابق وأيضا الكابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق عشان نتكلم ونستفيد في الحديث في العديد من الأمور في الحقيقة على الساحة الرياضية الكروية المصرية بالتحديد يعني هتكون فكرة أكيد مميزة جدا طيب لسه مشكلة الدوري مشكلة اتحاد الكرة الموعيد المباريات الأمور هتمشي وحترس على إيه لسه مش عارفين خالص طبعا زي ما انتوا عارفين بكرا فيه اكتماع مهم جدا جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي اكتماع ده هيكون في تمام الساعة الثانية ظهرا إن شاء الله اكتماع هيتكلم فيه مجلس إدارة النادي الأهلي وهيدرس فيه كل الأمور اللي بتخص النادي وكل ما يتعلق بحقوق النادي الأهلي وهيتخذ بناء على هذه الدراسة الكرار الأنسب من وجهة نظر إدارة النادي الأهلي واللي أكيد هيكون في صالح النادي بكل تأكيد يعني نحن عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي دائما بيدرس المواقف بشكل مفصل وشكل جيد جدا عشان يشوف حقه فين ويحاول يسعى لي ويحاول يوصل ليه علشان ده طبيعي بالنسبة لي مجلس إدارة النادي الأهلي فبالتالي بكرة هيكون اجتماع مهمة قوي قوي في الحقيقة ومش جمهور النادي الأهلي بس المنتظر الاجتماع ده لأ ده مصر كلها منتظر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي كل عمال يتكهن بالقرارات اللي ممكن تخرج من الاجتماع ده طبعا احنا عارفين انه هو بخصوص بطولة الدوري والأزمة بتاعت الجدول وإمكانية انتهاء البطولة قبل بطولة الأمم أفريكية واحتمالية طبعا انتهاء البطولة بعد هذه البطولة أيضا بطولة الأمم أفريكية فبالتالي ستكون دراسة مفصلة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل في اجتماع سيكون غاية في الأهمية كل مصر من الثانية في الحقيقة ان شاء الله غدا في تمام الساعة الثانية ظهرا ما نعرفش سيمتد لحد الساعة كامل لكن المهم ان شاء الله اننا مع نهاية الاجتماع نشوف قرارات تكون دائما في صالح النادي الأهلي زي ما احنا تعودنا دائما كل مجلس إدارات النادي الأهلي على مدار التاريخ مش بس مجلس الإدارة الحالي برئيسة كابتن محمود الخطيب طيب الأزمة لسه مستمرة تحدي الكرة زي ما احنا عارفين لحد دلوقت ما خرجش أي جديد أو أي